مهام عديدة فرضت نفسها على رأس جدول أعمال السلطة التنفيذية الجديدة التي تعهدت بإتمام ما وعدت به على مرأة ومسمع الليبيين أولها القيام بالتجهيزة اللازمة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر لهذا العام الأمر داته الذي دعا إليه مجلس الأمن في بيان الله الثلاثة وحث فيه الدول الأعضاء إلى احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار بشأن سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات ودعا فيه إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير المفوضية العليا للانتخابات بدورها أبدت استعدادها وجاهزيتها للقيام بواجباتها نحو تنفيذ الانتخابات شريطة توفر الظروف الملائمة لإجرائها الأمر الذي تقع مسؤوليته على عاتق السلطة الجديدة كما صرحت المفوضية بأن هناك آمال كبيرة في أن تنظم خلال الأشهر المقبلة الاستفتاء على الدستور الذي اتفقت عليه يناير الماضي حتى يكون هناك أساس دستوري لأية انتخابات رئاسية وبرلمانية نهايتها هذا العام الأمر الذي نوها على أهميته يانكوبيتش المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا ثلاثاء في أول ظهور له في القاهرة في الاجتماع الثالث للجنة الدستورية ضمن مسالة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ومن أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة لإجراء الانتخابات ملف المهجرين الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا إذ أن المهجرين من ليبيا ينتظرون بفارغ الصبر ويعلقون آمالهم على الحلول التي ستقدمها الحكومة المقبلة لمشاكلهم وعلى الأرض يعد تثبيت وقف إطلاق النار وتدبيل تعزيز الثقة ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ كامل بنودها من خروج المرتزقة ونزع الألغام وفتح الطريق الساحلي من الشروط التي يعول عليها لإنجاح خارطة الطريق الأممية التي أنتجت السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة والمكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات نهاية العام الحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر